سؤال آخر تقول أبي عذبني عذابا شديدا وأساء لي في معاملته معي وعذب أمي وطردان من البيت بعد وفاة أمي فهل بعد هذا أكلمه وأزوره نعم مهما فعل أبوك معك حتى ولو سقاك من المر كؤوسا حتى ولو لم يحسن إليك في حياته حسن واحدة ولم يقدم لك خيرا مع كل واجب عليك أن تحسني إلي وواجب عليك أن تكون بارة بأبيك مهما فعل لإني في ديننا بفضل الله تعالى العقوق لا يقابل بالعقوق والإساءة لا تقابل بالإساءة فمبالنا مع الأبوين الكريمين حسابه عند الله لأنه هجر لأنه عقى لأنه أساء لأنه لم يوف أولاده حقهم حسابه عند الله لكن يقول الله تعالى وَلَا تِزْرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى واجب علي أن أزور وأن أعتني به وأن أخدم وأن أبر وأن أقدم له الخير وأن أقبل رأسه وأن أقبل يديه وأن أفعل كل ما يحتاج إليه يا سيدي هو لم يفعل معي شيئاً هو فعل وفعل 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 مهما فعل مهما فعل لا يمكن أبداً أن نقابل إساءة الوالدين أو أن نقابل إساءة أحد الوالدين بإساءة مثلها لا يمكن يقول الله تعالى وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا حَتَّى وَلَوْ كَانَا كَافِرَيْنَ تخيل حَتَّى وَلَوْ كَانَا كَافِرَيْنَ ما ينبغي لنا أن نسي إليهما وليس بعد الكفر ذنب فما بالن بمن أساء أو تعدى حسابه عند الله نعم سيسأله الله تعالى عن إهماله وتقصيره سيسأل بين يدي الله عز وجل لكن علينا أن نحسن إليه